خلونا نبدأ كده يعني صباح الخير يا مصر بخبر من الأخبار الإيجابية يمكن على مدار الإسبوع اللي فات كان أهم خبر من الأخبار اللي فيها طاقة إيجابية وطبعا ما فيش أحسن من الطاقة الإيجابية لما يكون فيه زيادة في الأجور ومنح وعلوات لو نفتكر من ثلاث أسابيع تحديدا كان فيه توجيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور انبارح مجلس الوزراء وافق على حزمة من القرارات اللي لها علاقة بزيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة وده هيكون في واحد يوليو اللي جاي يعني الموظفين هيقبضوا الزيادات دي تحديدا في شهر سبعة وده تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ل2700 جنيه بزيادة 300 جنيه تقريبا بالمناسبة دي مش أول مرة يتم فيها رفع الحد الأدنى للأجور لأن دي المرة التالتة في عهد السيد الرئيس أول مرة كانت في يوليو 2019 وزادت وقتها حوالي 800 جنيه يعني ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في حينها ووصل لألفين جنيه الزيادة التانية كانت في مارس السنة اللي فاتت بقيمة 400 جنيه ووصل الحد الأدنى لألفين وربعمائة جنيه المرة دي تم زيادة الحد الأدنى 300 جنيه ده بالنسبة للحد الأدنى للأجور للناس اللي كانت بتقبض أقل من المبلغ ده علشان يوصل ل2700 جنيه القرارات اللي وفقت عليها الحكومة مش بس زيادة أجور لأنه كمان كان فيه إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ونسبتها 7% من الأجر الوظيفي والتانية كانت علاوة خاصة للعملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة بتقدر ب13% من الراتب الأساسي ده غير الزيادات والحوافز الإضافية اللي تكلفتها الإجمالية حوالي 18 مليار جنيه مصري يعني كده أعتقد ما فيش حجة لأي حد كان متقاعس في أداء عمله تحديدا للناس اللي كانت بتاخد مرتب أقل من الحد الأدنى للأجور ل2700 جنيه لأنه أصبح فيه زيادة فيه مكافأة فيه حافز نقدر من خلاله اللي احنا نشتغل وننتج يعني أعتقد يا بساند إن كده ما فيش حد عنده حجة خالص نشتغل علشان خطر الإنتاج يزيد وبالتالي ينعكس على المنظومة ككل وينعكس على حياة المواطنين كلها بشكل عامل